هيكون معانا من خلال زوم دلوقتي الكاتب وصانع المحتوى الأستاذ سامح سند هنروح معالي سجلات المحاضر وقت حرب أكتوبر عشان نعرف منه أكتر عن الوضع الأمني أيام حرب أكتوبر كان عامل إزاي في الشارع المصري وكان إيه نوع الجرائم المنتشرة في الوقت ده وهل كان لحرب أكتوبر تأثير على المجرمين واللصوص وقتها أهلا بيك أستاذ سامح سهل خير يا فاند أهلا وسهلا بحضراتك وكل سنة وحريك طيبة وكل سنة وكل الشعب المصري طيب وخير ومنتصر بذكرى أعظم حرب حقيقي يعني يعني عايشة جوانا كلنا حرب أكتوبر المجيدة حرب أكتوبر المجيدة يمكن أعظم حرب شهادها التاريخ كله بس أنا طبعا يعني حضرتك معروف بشغفك في البحث في الجرائم وأسرارها فبما أني بقى بنيكلم في الجرائم وأسرار الجرائم ساعتها عايزين نرجع كده لوقت حرب أكتوبر هل كان فيه تزايد في تراجع معدلات الجريمة يعني أنا وأنا بقرأ عن حرب أكتوبر وبسمع كل المؤلفات عن حرب أكتوبر قالك ساعتها ما تمش رصد ولا جريمة في وقت الحار صحيح فهل حتى المجرمين كان عندهم الانتماء العالي ده أنه كلهم كانوا متكاتفين كده وكلنا كنا إيد واحدة وكان انتماءهم للبلد أكبر حتى من أطمعهم وقتها صحيح وأنا هاخد جملة حضرتك اللي حالك قلتها في المقدمة إن وحدة الصف وإنه كلنا كشعب في الفترة دي فترة حرب تلاتة وسبعين كله ساب المصالح الشخصية أو الاهتمامات الشخصية وفضل المصلحة العامة والحقيقة إنه يعني ستة أكتوبر سبعة أكتوبر لمدة ثلاثة أيام ما تمش تسجيل في سجلات الأمن أي جريمة بمعنى اللي كان معروف لأن الجرائم كانت موجودة طبعا طول العمر يعني موجودة بس الحقيقة إنه الفترة دي ما تمش فيها أي جريمة خالص والمفاجأة كمان إن النسب الجرائم بشكل عام لحد شهر نوفمبر وما بعد كده كمان لحد آخر السنة قلت بنسبة تتراوح ما بين ستين في المية وخمسة وستين في المية بالمقارنة مع السنين اللي فاتت بالنسبة ليه السجلات الأمنية وده طبعا كانت مفاجأة كبيرة جدا ده غير إنه كمان حصل حاجات كتير جدا غريبة يعني طبيعي إنه إحنا بنتعامل مع الشخص اللي بيرتكب جريمة ده إنه بلا مشاعر بلا إنسانية بلا وطنية بلا أي حاجة وده حقيقة ولكن حضرتك نتفاجئ إنه عدد كبير جدا من المجرمين وعدد كبير جدا من المطاريد اللي هما في الجبل اللي هما مفروض دول يعني أكثر إجراما يعني كانوا عرضوا إنهما يتطوعوا علشان المقاومة الشعبية وعلشان يحفظوا على أرضهم اللحظة دي ما فيش حد أفكر في الجريمة يعني عدد الجرائم بنسب كبيرة جدا كلها قلت وتكاد تكون فترة حرب أكتوبر دي فعلا مش موجودة يعني ما حصلش ولا جريمة خالص تم تسجيلها في السجلات الأمنية طب كان حديك تفتكر إيه نوع الجرائم اللي كانت منتشرة وقتها وتم مرصدها يعني جرائم ده مش وقتها ده بعدها بكتير جدا يعني بعد الحرب فترة طويلة أوي كانت كلها عبارة عن سرقات بسيطة اللي هي بتتسمى ناشلة يعني حاجات سرقة بسيطة لكن فكرة الجريمة الجنائية الكبيرة لا لا ما كانتش موجودة بالحجم اللي كان موجود قبل حرب تلاتة وسبعين والفترة طويلة بعد كده يعني النسب كلها قلت حضرتك كان في حاجة غريبة جدا بتحصل ودي مكتوبة في سجلات التاريخ اللي ليه علاقة بالوضع أو الحالة الأمنية في الوقت ده إن أصحاب المحلات وحتى اللي فارش فارشة كده في الشارع بيبيع وقت ما كان بيبقى فيه انذار أو عشان فيه غارة أو يعني اللي هي صفرات الانذارية أيوة أجواء الحرب عمول أجواء الحرب الناس كانت بتجري عشان تستخبأ وبتسيب المحلات مفتوحة وكل حال لم يتم تسجيل أي حالة سرقة أو أي حالة حاجة حصلت في أي محل من المحلات دي لأنه الشعب ساعتها بكل أطيافه وبكل الأعمار السنية كله كان ملفوف حوالين حاجة واحدة هو أنه يعني فرحان بالانتصار عايز الانتصار يخلص ويستمر ونسترد الأرض وأنه كله عارف وكله مدرك حجم المسؤولية الكبيرة يعني حجم المسؤولية الكبيرة اللي وقع علينا يعني أنه أنت لازم تكون قد المسؤولية دي لأن أنت عارف أن أخواتك وقريبك وولادك بيحاربوا دلوقتي فما فيش حد خالص فكر أن يعمل عكس كده ما كانش فيه بيت في مصر غير وفيه متطوع ما كانش فيه بيت في مصر غير فيه زابط على الحدود وبيحارب بالضبط كل المصريين كانت إيد واحدة وفعلا زي ما حداك قلتوا أستاذ سامح أنه كان كل طواقف المجتمع متعلم مش متعلم كبير صغير طفله كله عايز يقف على الجبهة وكله عايز يروح يحارب وكله عايز يدافع عن بلده فكانت فعلا فيه حالة من الانتماء الجميل الغريب يعني اللي هو عمرك متتوقع زي ما قلنا نسبة الجريمة كانت زيره ووقت الحرب مفيش حد بيفكر في أي حاجة غير أن البلده دي مفيش عدو هيدخلها إحنا يقولك كان موتنا ولا أن حد يدخل بلدنا يعني إحنا وقفين كلنا كده لازم تدوسوا علينا الأول يعني بالضبط وعارف حضرتك كمان لما حاولنا أن إحنا نلاقي بقى جرائم في الفترة دي حتى ولو بسيطة اكتشفنا أنه التاريخ تاريخ الشعب المصري على مر العصور أنه مجرد ما بيحس أن البلد محتاجة منه وقفة الحقيقة أنه عمره ما حصل عكس كده يعني هو ده المعتاد فعلا من الشعب المصري على مر العصور فأي أزمة مرت عليه عمل كده فده يعني حاجة تاريخية موجودة جوه السلوك أو جوه المواطن المصري ودي حقيقة يعني كده المواطن المصري دايما يقول لك المصري ما بيبانش غير فوقت الشد يعني هذر يضحك صاحب نكتة دمه خفيف روحه حلوة الجدعانة والشهامة المصرية لكن برضو وقت الجد بتلاقيه واحد تاني خالص اللي هو أنا أموت في سبيل بلد وميحس أنه هيساهم في ضرر بلده ولا حد يقدر يجي جنب أمه ولا أخته ولا عرضه ولا بيته ولا بلده يعني كل دي في إيد وعنه هو مستعد بيعمل أي حاجة لكن ما تجيش على بلدي صح بشكرك جدا الاستسامح سند نورتنا شكريفان